ده عمري كله وانتي بتنظف المنبار غلط النهاردة بقى هقولك على طريقة سهلة جدا ومضمونة جدا جدا وبدون تعب ولا مجهود ولا اي حاجة خالص في خمس دقيقة هتكون منظفها ومكون موجودة عندك في البيت يالله بينا قول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض ونشوف طريقتنا ونشوف اول حاجة بنعملها ايه معايا اول حاجة المنبار البلدي ده احسن منبار واطعم منبار تكليه بجد بيبقى طعم وحلوة قوي المنبار طبعا لما بنجيبه بقى فيه دهن كده زي ما انت شايفها الدهن ده لازم تشال بس هنسيب منه جزء بسيط جدا عشان خاطر الدهن ده اللي هتطعم لك الرز لما نقلب المنبار ونبدأ نحشيه فلازم تسيب فيه جزء بسيط جدا لو انت حابة تشيلي كله شليه بس ايه بصراحة يعني بقي ادي طعم حلوة اول المنبار هبدأ بقى جيب السكينة كده وروح جايه قطع الدهن كده بالشكل ده زي ما انت شايف اهو وبراحة جدا عشان خاطر ايه المنبار ما يقطعش منك اهو على ميلك كده حاجة يقطع براحة كده اهو بالشكل ده مش هيوغض منك وقت خالص ده كده اول خطوة معنا تعالي بقى نشوف تاني خطوة تاني خطوة معنا معنا المسنة او اي حاجة تكون نعمة عندك هروح جايه مسبتة فيها حرف المنبار وروح جايه شده كده بالشكل ده طبعا المنبارية كبيرة معي فهجيب السكينة اقطع منها جزء كده عشان خاطر اعرف اقلبه او بالشكل ده هقطعها وروح جايه مدخله بقى كده ايه الحرف كده واشده اشد الحرف اللي جوه اللي احنا ثبتنا يا شايفان اهو فيه ناس بتحب تقلبه وهي فتح الحنفية المية براحتك زي ما انت حبه انا بصراحة بستسهل الطريقة دي قوي بحس اللي هي السهلة بتخدش معي وقت ومتعودة عليها بالمسنة كده وروح جايه مسبتك جزء كده اللي برا وروح جايه شده المنبار بالشكل ده ما بيخدش معي وقت خالص اهو تمام كده تعالي بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هاخسل بقى المنبار تحت الحنفية وبعد كده حاطيت فيه مية بالشكل ده وجبت هنا جلدة الانبوبة اللي هنضف بها النهاردة المنبار جلدة الانبوبة دي بتخلي المنبار معي اشطة ما بيخدش مني وقت خالص ولا بتقطع مني المنبار ولا التهري ولا اي حاجة خالص بصي بروح جايه بكده الجلدة وطبعا لزيكون جلدة نشفة ما ينفعش الجلدة الطريه وبروح جايه بحطها كده بالشكل ده وروح جايه شده اهو زي ما انت شايفة بتلاقي حاجات كتيره اوي طلعه كده وانت بتشدي بصي 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 شايفة 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 وطبعا لو اصلجت كده معاكي بنروح كده عديها عشان خاطر الدهن اللي بيقى جوا المنبار هو اللي بيقى عامل كده فبروح عديها كده وبحجاجة شده بصي اهو شايفة الموضوع سهل جدا جدا وبصراحة بتنزل حاجات فضيعة جدا جدا بصي هعمل دي معاكي وقررت كده عالك الكاميرا عشان اوريكي بصي شايفة طبعا عملت كده اول مرة هجيب تاني وطعا انا غسلته احت الحنفية الاول وبعد كده جيت بقى هنا وعملته تاني مرة بصي تاني مرة بنزلش حاجة ازاي اهو بحجاجة امدخلها كده واروح جاي شديها ما شاء الله المنبار معايا نضيف وبقى اشطى وبنزلش اي حاجة اهو زي ما انت شايفة والطبق نضيف وزي الفلة اهو شايفة كده اهي بصي لو اصلا جيت كده معاكي فوتيها براحة كده وارجع ايه شدي شايفة ضح في جماعة وسهلة جدا بعد كده بقى غسلته تحت الحط تاني وصفيته وجيت هنا بقى عصرت لمون وحطيت ملح واروح جاي غسلة كويس جدا كده وهسيبه منقوع لمدة ربع ساعة زي ما هو كده منقوع تمام وبعد ربع ساعة بقى كده ان شاء الله نرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه هسيبه بقى كده بقى وخلاص تمام بعد ربع الساعة بقى رحت جاي ملية بقى المنبار كده مية عشان اوريكوا اديه بقى ما شاء الله ولا فرقع معايا ولا حصله اي حاجة ربطتوا كده من الحرف بتاعه وروحت جاي ملية مية بصي ما شاء الله ابيض وشفاف ونضف معانا وبقى جميل جدا جدا زي ما انت شايفة هون ورحته حلوة قوي لما عملته باللمون وعملته بالملح بقى رحته جميلة لسه طبعا هنضفه تاني بالايه بالدقيق واللمون تاني واحنا جاينا ناكله بقى انا كده خلاص هروح اتجاي وقطعه وروح اتجاي حطاه في الطبق وصفيه كويس وحطه في التلاجة لما جي بقى ان شاء الله اطبخه رح اتجاي غسلة بالدقيق واللمون تاني وانقعه واسيبه لمدة نصف ساعة كده وبعد كده ابدأ باقي اخسله المية وحشيه بس الطريقة سهلة جدا هوا قطعه طبعا الحجم اللي انت عايزاه يا رب الوصف بتاعتي اكون عجبتكم النهاردة سهلة وسريعة وكل سنة وحضركم طيبين وما تنسوش تحطي لايك على الفيديو وتكتوب لي كومنتات حلوة وجزاكم الله كل خير حسن استماعكم لي ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته